النهاردة مجتمعين في المغرب اكتر من 80 دولة في العالم بينقشوا ايه؟ بينقشوا عودة او اعادة او كيف يمكن للعالم وجهة تنظيم داعش النهاردة النهاردة يعني انا بقول للناس داعش اعلنت مسؤوليتها عن الحادث الارهابي الغاشم اللي حصل خلال ايام الماضية والنهاردة القوات المسلحة شغالة من ساعت الغد دلوقتي بتفقر وبتنظف وبتطهر وبتخلص كل دا شغالية وبننقل بالصور للناس والتحفظت قوات المسلحة عشان ما انساش تحفظت قوات المسلحة على جسس هؤلاء الارهابيين لزويهم اللي عايز يجي اللي يتعرف عليه يجي شو ياخده انا ما عندناش عاجة خفية على الاطلاق وفقا للقانون احنا لقينا في عملية حصلت فيه السومال وعملية حصلت في أراضي الفلسطينية المحتلة وعملية حصلت مش عارف فين وعملية في مصر ده معناها انه تنظيم داعش بدأ بدأ يتحرك بعد كورونا خد بالك يعني توقف التنظيم في فترة كورونا وتوقفت القاعدة في فترة كورونا ولم يكن هناك عمليات تذكر الى حد بعيد النهاردة بيعلن التنظيم وقاعدة وداعش انهم بيرجعوا يعملوا عملات تانية وانا بفكركم يوم الجمعة القبل الماضية او الماضية كان بيكلم زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري وبيقول الكفرة والناس الفجرة والملاحدة اللي في مصر وسوريا واتنياب مصر وسوريا وتركيا يعني احنا منتبهين للتحركات يعني فيه اعادة للتموضع اعادة للتمركز من داعش خاصة في القارة الافريقية والنهاردة 80 دولة الموجودين في المغرب بلينكين ووزير خارجياء المغربي ومجموعة كبيرة من المنظمات المعنية بمكافعة الارهاب وتأكتر من 80 دولة اهو تحالف الدولي لمواجهة داعش او اجتمعوا في مراكش في المغرب مدينة المغربية وبيدرسوا كيف يتحرك التنظيم تحركات التنظيم الرجل وزير خارجية المغرب ناصر بوريطا قال انه هناك ارتباط وثيق بين الحركات الانفصالية وبين التنظيمات الارهابية وتمدد التنظيمات الارهابية في القارة الافريقية خاصة منطقة الساحل والصحراء بمثابة دعوة او جرس انذار لتلك الدول انه الفراغ الامني او الفراغ السياسي الموجود في بعض الدول هو اللي بيغري الجماعات الارهابية نياتة تمركزيناك انا عندي منطقة الساحل والصحراء او منطقة بحارة تشاد منطقة فيها قلقل شديدة جدا عندي مشاكل في تشاد عندي مشاكل في ليبيا عندي مشاكل في مالي عندي مشاكل في كذا عندنا مشاكل حقيقية ومصر عندها مركز هنا مركز ليه المكافحة الارهاب لمنطقة الساحل والصحراء بقول انه ليه بقول هذا الكلام بقول انه لم يختفي تنظيم داعش ولم يختفي تنظيم القاعدة ولم يختفي تنظيم الإخوان موجودين لأن في ناس بتصرف عليهم التنظيمات الإرهابية موجودة لأن هناك من ينفق عليها التنظيمات الإرهابية موجودة لأن هناك من يروج لها التنظيمات الإرهابية موجودة لأن الفكر المتطرف نازل موجود التنظيمات الإرهابية موجودة لأن هناك ملازات آمنة بتقدم لها كل التسهيلات التنظيمات الإرهابية موجودة وتستخدم في أيد أجهزة استخبارات دولية لمحاولة ابتزاز الدول ومحاولة التأثير على الدولة الوطنية محاولة التأثير على الدول والتأثير على الدولة الوطنية ده موجود ولازم نعرفه